السلام عليكم أعزائي تلاميين الصف الخامس الابتدائي نتقل اليوم بإذن الله تعالى مع اختبار الفترة للفصل الدراسي الأول منتصف الفصل الدراسي الأول لمادة اللغة الإنجليزية وكان free والسؤال الأول ما هذا الذي في الصورة؟ هل هو حصان البحر؟ أم إتس سيل؟ نمبر 2 يعني أين تعيش؟ أنا أحب العصير طبعا الإجابة الصحيحة يعني أنا أعيش في الرياض نمبر 3 السؤال الثالث ما هو اسمك؟ أنا عمري 13 عام هذه إجابة غير صحيحة هذه الإجابة الصحيحة السؤال عن الإسم إذن اسمي نورا نمبر 4 which of the following is sea animal؟ ما أي هذه الحيوانات يعتبر حيوان بحري sea animal يعني حيوان animal يعني حيوان sea يعني بحري sea animal يعني حيوان بحري هل هو السي هورس؟ أم الهورس؟ هل هو الحصان؟ أم حصان البحر؟ الحيوان البحري هو السي هورس؟ حصان البحر ننتقل بعد ذلك للسؤال الثاني اختار صحة أو خطأ؟ he can swim كما نرى في الصورة لا يستطيع السباحة ولكنه هنا يغرق ويستنجد فهذه عبارة خاطئة هو لا يستطيع السباحة نمبر 2 this is a computer هذه عبارة صحيحة هذا هو حاسب آلي this is computer يعني حاسب آلي نمبر 3 the whole is small الحوت صغير حجمه صغير هذه عبارة خاطئة الحوت حجمه كبير السؤال الثالث do as shown between practice يعني أكمل بما هو مطلوب بين الأقواص هنا rearrange يعني أعد ترتيب يعني رتب هذه الكلمات لتكون جملة to nice you meet نرتب هذه الكلمات لنكون جملة فتصبح nice to meet you ما معنى nice to meet you يعني سعيد بلقاءك نمبر 2 choose اختار أداة الاستفهام المناسبة who who's where نقط scared of this it's mine يعني لمن هذه الجنلة فرد كانت الإجابة it's mine هذه لي إذن السؤال يبدأ who's who's لأنها تسأل عن الملكية الملكية الغير العاقل who's نمبر 3 sea horse is choose fast scary slow sea horse وهو حصان البحر هل هو سريع أم مخيف عم سلو sea horse is fast سريع ننتقل بعد ذلك للسؤال التالي i am a teacher نختار هنا choose الضمير المناسب his name is nora my name is nora i'm your name هنا الفاعل المتكلم i am يعني أنا أنا معلم إذن هقول my name my name is nora نمبر 2 as fast is as or has as fast as a dolphin as fast as a dolphin يعني سريع مثل الدولفن السؤال الخامس choose أيضا sandals t-shirts cap computer seal horse sea horse crab starfish تعالوا نكمل هنا لدينا أولا t-shirt t-shirt t-shirtes number 2 الصورة هنا تعبر عن غضاء الرأس أو الكاب cab number 3 crab والصورة الرابعة هي صورة لنجم البحر أو سمكة نجم البحر هي starfish starfish نجم والصورة الأخيرة هي صورة حصان البحر sea horse ننتقل بعد ذلك إلى السؤال السادس choose the correct letter اختار الحرف الصحيح ولدينا a-i e-a o-w e-e o-e o-u هنا كلمة meet ينقصها حرف e وحرف e كلمة sheep خروف ينقصها حرف e وال-e كلمة mouse ينقصها حرف o وال-u وأخيرا كلمة cow ينقصها حرف o وال-w هكذا عزينا قد أنهينا هذا الاختبار ألقاكم بإذن الله تعالى في اختبارات أخرى لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسوا الاشتراك في القناة